السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مش هنرغي كتير هندخل في الموضوع على طول هنعمل النهاردة ايه؟ هنعمل مع بعض لمون معصفر بطريقة كده من الآخر المكونات هتخلي معاكي اللمون تحفه زي الزدة كده تمام؟ معانا ايه بقى على طول؟ معانا هنا عصفر وكمان حبة البركة كمية العصفر بتكون أكتر من كمية حبة البركة ومعانا كمان حوالي كده عشر لمونات عصر لهم وكمان هنحتاج القشرة بتاعهم حطها على جنب وكمان فلفل أحمر لو انتي عندك هارسة شطة تقدر تغضي كده تلاتة أربع معالي هارسة شطة وهنحتاج اللمون بتاعنا لازم يكون كبير وكمان جلدته تكون ايه؟ خشنة كده ما يكونش اللهم صليت محمد ما يكونش ناعم عشان ما يبقاش فيه ميا كتير ومعانا كمية كده من الفلفل الأخضر مش كتير يعني تمام؟ في بقى مكون واحد مش هقول عليه دلوقتي هقول عليه وإحنا شغالين كده ده اللي هيخلي معاكي اللمون تحفة 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 تمام؟ اعتمد الطريقة بتاعت دي وإن شاء الله بإذن الله هتعجبكو جدا أول حاجة هناخد معنا الفلفل أحمر واللمون وهنحطهم على بعضه في الخلط كده ودربتين على السريعة تقدري لو عندك هارسة شطة تغضي هارسة شطة أو إنك تعمليها تعمل فلفل الأحمر ده في الكابة سيما أنت عايز أنا حطيت عليه اللمون علشان أساهل ضربه بدل ما حط مية وكده كده أنا حطة لمون تمام؟ وحطيت الأصفر وحبة البركة وكمان معلقة كبيرة من الملح وكمان شوية من الزيت وهقلب بقى الخلطة الجبارة بتاعت دي حل علشان دي الخلطة اللي هحشي بيها اللمون هنقلبها كويس جدا علشان نحشي بيها اللمون لما صرحة أنا محمد لازم نكون جاهزين بقى فرحنا برطمون البرطمون اللي أنا هنحط فيه أي برطمون بزاز بلاستيك أي حاجة مش هتفرق تمام؟ علشان تعقميه يا إما بماسخنا يا إما تحط في شوية خل أنا حطيت في شوية خل كده ولقيته كبته وكده يكون اتعقم معايا وتمام التمام شايفين بقى بفتح اللمون ازاي؟ بسكينة وبفتحه كده يعني بوقفه زي ما انتم شايفينه كده بالطول وبفتحه اللهم صلصنا محمد لغاية نصه كده وبرجح تاني أعمل فتحة بالعكس فتكون معي أربع قطعة كده بس لغاية نص بس لغاية نص اللمونة بس زي ما انتم شايفين كده هعمل كم واحدة كده قدامكم علشان تشوف انا بعملها ازاي بالزبط تفتحوا بقى كل الكمية بالطريقة دي اهي زي ما انتم شايفين كده الفتحة هتكون لغاية نص بالزبط وترجعوا وتفتحوها تاني بالعكس يكون أربع قطعة كده لغاية نص اللمونة بس لغاية نص اللمونة بس للآخر تمام كده هنعمل كل الكمية طبعا مش هعملها كلها قدامكم علشان بس الوقت أحاول أصرع من الفيديو لو ما عنديكيش عندك فلفل أحمر آآ فلفل أحمر كده وتعمليه في الكبه اللهم صلت في محمد وحط عليه لمون آآ لو انتي يعني هتعمليه في الكبه تضربين كده لوحده وبعدين هتحط بقى كل الحاجات اللي هقولك عليها بعدين على بعض اهتمام لو انت هتعمليه في الخلاط طبعا زي حلتي كده الكبه بتحتي بعافية يعني فعملت في الخلاط فانا ها يعني عشان ما زودش مية هعمل ايه حطيت عصر اللمون عليه في الخلاط كده وانا بضربه لغاية لما ايه ضربت كده ونعم معي وبتديت هحط بقية المكونات تمام آآ لمصرس محمد وكده كده من ضمن المكونات هو عصر اللمون علشان ما حطش بس مية لو انت عامله في الكبه هتقضيه بقى تضربه في الكبه وبعد كده هتحط عليه عصر اللمون وهتحط بقى المكونات اللي هقولك عليها دي اللي هي عبارة عن حبة البركة وعبارة عن عصفر يعني شوية وشوية كده يعني مش بمقدار بمعين يعني تمام شوية حبة البركة وشوية عصفر ما تقطريش بس حبة البركة عشان ما تغمقش اللمون معاك شوية حبة البركة شوية عصفر وقلنا طبعا عصير لمون وقلنا فلفل احمر او هريس الشطة آآ اللهم صرس محمد وكمان حطينا شوية من الزيت ومعلاءة كبيرة من الملح تمام هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها وهي دي بقى الخلطة اللي بحش بيها اللمون قدامكو دلوقتي كنت بققول الزيتوني يعني لسا نعمل مع بعض الزيتون ان شاء الله انا جايباه وبإذن الله هصوروه برضو هعمله معاكو على القناة تمام جربوا الطريقة دي طريقة تحفة جدا جدا انا عملت كده ريئين من يعني طبقتين من اللمون وبعدين حطيت آآ شوية كده من الفلفل اقدر غسلية ومنظفة طبعا ومن غير مفتاح واي حاجة هتحط بين كل طبقتين شوية من فلفل اقدر يدلعوا كده البرتمان معاكي تمام اللهم صلى الله عليه وسلم محمد دلوقتي هقولكو على المكون السحري كده الجبار اللي يخلوا معاكو المخل كده تحفة زبدة كده وطعمه جميل جدا تمام بعد ما خلصنا كل الكمية بتاعت اللمون حشان اكلها تناف البرتمان اتفضل شوية سوى يارين هنعمل ايه هنحط عليهم شوية من المية وهنحطه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد عليهم كمان معلقتين كده من الملح وقلبهم كويس جدا طيب احنا هنحتاج ايه كمان معانا في الخطوة دي هنحتاج قشر اللمون فاكرينه قشر اللمون ده مرة ما نهوش احنا عصرنا اللمون واخدنا العصير بتاعه حطنا في الخلطة اللي احنا حشينا بيها اللمون طيب القشر با هنعمل ايه هنحط هنحطه كده على وش اللمون ونتكك كده نكمره حل تمام وبعدين اللهم صلصنا محمد هنجب بقى شوية الخلطة اللي فضلين وحطينا عليهم شوية مية ومعلقتين كده من الملح وده وبناهم كويس جدا وفضتهم في البرتمان بس احتاجت كمان شوية من المية زودت بقى شوية مية عادي ما فيش اي مشكلة خالص من غير فلفل و اي حاجة شوية مية وكمان عليهم معلقة ملح وقلبتهم وفضت كملت البرتمان جي بقى اللحظة اللي هنحط فيها المكون بتاعنا اللي يخلي معكل المخلل كده تحفى وهي عبارة عن ايه معلقة من السكر معلقة السكر اه معلقة السكر جرباها كده مع اي مخلل هتفرق كتير جدا 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 وخصوصا في اللمون والزيتون تمام؟ في اللمون والزيتون الحاجة اللي فهم مرارة حط معلقة السكر ولحظة بقى الفرق في الطعم بصراحة هيعجبك جدا 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 اه وكمان السكر يعتبر كمان مادة حفظة هتحافظ على اللمون بتاعك وفي نفس الوقت هتخلي الطعمه خرفة تمام؟ اه خلاص بعد ما حطينا كل حاجة وحطينا معلقة السكر اه ربطنا على البرتمان حلو وهزنه هزة كده زي ما انتم شايفين لابتوا كده هزيته هزة علشان اللمصليس المحمد كل الحاجات دي تختلط مع بعضها انا كنت حطيت شوية من الزيت كمان علشان يدخلوا كده مع اللمصليس المحمد في وسط كده اللمون وخليه كويس هحطي بقى في اخر حاجة خالص على الوش كمان شوية من الزيت يحفظ للوش بتاع البرتمان وحطيت كمان كيس بلاستيك وغطيت عليه كويس جدا وكده خلاص هفتع عليه ان شاء الله بإذن الله في شهر رمضان معاكو هيقعد كده حوالي 3 شهور هنفتح عليه ان شاء الله بإذن الله في شهر رمضان وهنشوفه مع بعض وان شاء الله بإذن الله هيطلع طحفة ودربوا الطريقة دي بإذن الله وهتدعولي مش هتندموا ابدا عليها يلا بقى حطوا لايك في الفيديو واشتركوا معي لو انت مش مشتركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر